حمل رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري ميليشيا حزب الله مسؤولية تسليم عضويها بعد الحكم الذي أصدرت في المحكمة الدولية الخاصة في لبنان عليهما بالسجن المؤبد لدورهما في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري وقال الحريري إن العقوبة هي الأشد والمنصوص عليها في القواعد المعتمدة في المحكمة لكنها الأوضح لجهة إدانة ميليشيا حزب الله جهة مسؤولة عن تنظيم الجريمة وتنفيذها والجهة التي لا يمكن أن تتهرب من مسؤولية تسليم المدانين وتنفيذ العقوبة في حقهم مضيفا أن التاريخ لن يرحم على حد وصفه